مع افتتاح اسواق الرحمة بولاية غلزان يفضل العديد من المواطنين اقتناء المستلزمات الضرورية لشهر الفضيل مبكرا تامير النهار رافقت السيد عبد الحميد الذي فضل اقتناء كل المستلزمات مبكرا نظل لوفرتها واسعارها المعقولة واحد يشري عابونس يومين واحد ثلاثة ايام شويان بها الاسعار ما تطلع عنها شبزة كما نشاري طماطس هذي بره راه يدي 17 الف خلصتها ب 10 الف الجلبان يدي 30 الف خلصتها ب 20 الف الزيتون يدي 40 الف خلصتها ب 53 الغرناع عاب 10 الف شيتها ب 5 الف كما هاكاذروا كشريت 150 الف ربحت في جيبي واحدة ال 50 الف ويوجد رمضان بريمي جوري سيبوا حمريح ميلوش يبانش لأخوه كايتوا حول المرشي اجري 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 دير مننا دير مننا دير مننا فانخفاض أسعار مختلف المنتجات في أسواق الرحمة يمكن المواطن البسيط من توفير ماله على خلاف ما يقتنيه من الأسواق العادية هناك ثمن أسواق راح تفتح على مستوى ولاية غيريزان من بينها دائرة يلل مازونا ودرهيو لحمدنا غيريزان طبعا وغيريزان يمكن راح نفتحه في بن داود وفي بلدية غيريزان زمورة وكذلك من داس لتبقى أسواق الرحمة ملاذ المواطن البسيط لاقتناء مختلف المستلزمات مبكرا وبأسعار معقولة بعيدا عن اللهفة التي تشهدها أغلب الأسواق مع حلول الشهر الفضيل